انا اسمي نادا وعندي 27 سنة ووزني يعني حوالي 120 كيلو انا اسمعتها دكتور كريم صبري من ناس كتير وشوفته في التلفزيون وناس كتير بتشكر انه يعني دكتور شاطر جدا ومحدث بصراحة شتكى من العملية خالص وده اللي طمني يعني ان انا عمل تكميم ان شاء الله النهاردة بقى لي عشر سنين تقريبا وبنزل وبطلع فالموضوع بالنسبة لي بقى ازمة فبإذن الله هعمل العملية النهاردة مع دكتور كريم صبري وان شاء الله خير بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صبري اشرح لكم شوية حاجات عن تكميم المعدة في الاوزان اللي هي مش عالية يعني الاوزان اللي هي مش 200 كيلو 240 و250 الحاجات دي احنا بنعملها دايما لكن في فئة من الاوزان وفئة من الاعمار المفروح نتكلم عليها برضو اللي هي الاوزان اللي هي من بين 110 و120 و130 الاوزان طبعا احنا يعني دي من الناس او الفئات اللي هي مصابة بالسمنة المفرطة ومعظم الناس بتقول ان احنا لسه مش في نطاق الناس اللي هم بيعملوا عمليات او اللي محتاجين عمليات عشان ينزلوا مزول الوزن خلينا اقول احنا مش لازم نوصل لدرجة سنية كبيرة او درجة وزن عالية قوي عشان نعمل عمليات تحويل مصار او تكميم معدى لا يعني طالما الوزن او كتل الجسم زادة عن 35 وبتالينا نشتكي من المضاعفات للسمنة المفروض ان احنا ناخد خطوة فعلية لعلاج اسمنا المفرطة احنا بنعمل تكميم المعدة في الناس اللي هم غير محبي للسكريات او الناس اللي ما عندهمش ادمان للسكريات او شوكلتس او الايس كريم والحاجات اللي فيها طاقة عالية بتدوب بسرعة في البق الناس اللي هم ما عندهمش سكر يعني يمكن دخل في مضاعفات او بياخدوا جرعات عالية من الانسولين يمكن منفكر بقى في تحويل مصار في الناس دول الحياة طبعا تكميم المعدة هي عملية قائمة على ان هي بتقلل حجم الوجبة بتزود نسبة جوع شوية لان هي بتخلص تقريبا من 60-70% من هرمونات او هرمون الجريلين الجزء المعدة اللي احنا بنشيله او بنصغر به حجم المعدة بيبقى فيه جزء طبعا كبير جدا من الهرمونات دي وبالتالي بنشبع عند وجبة صغيرة ما بنجواش اللي على فضلات كبيرة وبالتالي نزول الوزن بيبقى مؤكد تكميم المعدة هي عملية بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة اقامة اقل من 12 ساعة ما بعد اجراء العملية يمكن المنظر بيساعد ان احنا نرجع لنشاطنا الطبيع او العمل بتاعنا بعد يوم من اجراء العملية لها طبعا عملية تكميم المعدة من العملية السهلة يمكن احنا نحبها كمان في السن الصغير الناس اللي هم مش عايزين يعتمدوا على فيتامينات فترة كبيرة بنعمل لهم تكميم اكتر من تحويل وخصوصات في السن الصغير الناس اللي هم الاطفال او السن المقبلين على الزواج او في بداية العمر يمكن كمان ده بنحبه كمان في الناس اللي هم فوق السن الستين سنة ما بنبقاش عايزين نديهم فيتامينز او بيبقى يحصل لهم اي نقص فيتامينز ما بعد العملية وبالتالي تكميم المعدة هي من العملات اللي هي النكحة جدا في انقاص الوزن والجميلة والفعالة والسهلة كمان في اقامتها ويمكن بنرجع لمشاطنا في خلال يوم بعد اجراء العملية هنتمينكو على السؤول نادا بعد العملية ان شاء الله وبالتوفيق بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور كريم صابري الحقيقة طبعا ان دي عملية تكميم معدة تكميم معدة دي عملية بسيطة بتجرب المنظور زي ما انتم شايفين خلال فتحات صغيرة احنا دلوقتي بنصل للدهون عن المعدة الدهون دي طبعا بالقالة اللي هي نكو بيها دي دي طبعا الترا باي بولر يعني اللي جشور طبعا في حاجات اللي تشعر عن كويفز اللي هي الهرمونيك طبعا احنا بنصل المعدة عن الدهون اللي هي محاطة بيها بالطريقة اللي انتم شايفينها دي اشتركها سمبل جدا طبعا الاجهزة دي لازم تكون متطورة شوية عشان تقلل فرصة نزيف ما بعد العملية بنصل الدهون عن المعدة يعني الدهون اللي هي مبين المعدة والفولون الدهون مبين المعدة والطرحال زي ما احنا شايفين وقالت ساقات حواليها لازم تبكها كويس بحيث ان احنا قوبة المعدة نفسها ما تبقاش لسه فيها اجزاء بقية وبالتالي المريض بيزيت الوازد ما بعد اجراء العملية ببتدي يسأل طبعا انا ممفسش لي وتلاقي المعدة بتاعته لسه ستال كبيرة ويعني متسابة اللي هو الجزء اللي احنا بنسلك فيه ده ده اسمه قوبة المعدة الاي انتسافات طبعا حوالين المعدة بنفكها عشان طبعا دي احيانا بتكون سبب التواء المعدة زي ما احنا شايفين كده المعدة تماما نسلك القوية قوي زي ما احنا شايفين كده انتهت مرحلة التسليك لان احنا بنوصل لعضلة اللي هي بتقفل بوابة المعدة السفلة السفلية اليادي بنسلك لحدها اوه دي ما احنا شايفين دي البوابة طبعا في اسناء التدبيس لازم ناخد في وجه الاعتبار ان احنا ننضيعش المعدة زيادة عن اللزوم او نسيبها واسعة زيادة عن اللزوم طبعا اسناء التدبيس المفروض ان احنا بنسكش مساحة واسعة او ناخد مساحة اكتر من الطبيعي بحيث المعدة ما يكونش فيها اي نوع من الديق او وده ممكن يسبب العيان طبعا نوع من الترجية ما بعد العملية او نوع من طبعا سيجي بنطمن طبعا البوجي موجود لما بندوس الدباسة او بنضرب الدباسة بنبتدى هي بتدب ستلق سفوف يمين وثلاثة اشمال ويبقى فيه سكينة في الوسط ما بين الدبيس زي المنظر اللي احنا شايفينه ممكن داخل بوجي شوية طمن على البوجي او اطلع فوق منصفش جزء خلفي خلف المعدة طبعا ده بسبب بسبب رجوع للوزن ما بعد اجراء العملية المعدة زي ما انتم شايفين كده طالع زي اللي شيب اهو ده حرف قلم بعد كده متجهز بقى اختبار التسريب فاضل كده مساك الدبوس واحد وهكا نجهز اختبار التسريب بعد شوية ممكن بقى نعمل اختبار تسريب نرجع بالبوجي هنلاحز بقى اختبار التسريب احنا بنحط الدبوس تحت ضبط جامل المعدة دلوقتي منفوخة اه لدرجة كبيرة طبعا احنا قابلنا اهو احنا قابلنا احنا قابلنا اهو احنا زي البلونة بحيسنا دي بقى ضبط على الدبوس طبعا الدباسات طالع على ما بيش دبوس يمين ودبوس شمال بحيسنا ما حصلش فيه التواق اعمل زي الخياراية كده زي سواع الموز زي ما احنا شايفين حجم صغير جدا استريت وبعد كده بناخد احتياطاتنا ضد النزيف بنعلد ضبط شوية وبناخد طبقة زيادة دبون فوق المعدة بحيس ان هي بقى تقلل فرصة وجود نزيف او وجود اي مضاعفاتنا بعد العملية شكرا لزيجي لانتك بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي ندا وعندي سبعة وعشرين سنة ووزني كان مية وعشرين كيلو وعملت تكميم والحمد لله يعني فوقت بعد ساعتين تلايته كده بس ما حسيتش بالوقت خالص يعني اوما دخلت عمامت العملية وفوق ما حسيتش بوقت العملية ولا بأي تعب وتمشيت بعد العملية على طول وكل شوية لازم اتمشى والحمد لله العملية سهلة وبسيطة جدا يعني غير كل المخاوف اللي انا كنت متوقعها بصراحة يعني والدكتور كريم صراحة دكتور محترم جدا هو التيم بتاعه وانا بشكرهم دكتور سامير ودكتور محمد واسراء السيستمت بتاع الدكتور كريم والله يعني بجد ناس سوء جدا وناس محترمة والمكان جميل ونزيف وانا بنصح ناس كلها انها تعمل تكميم بصراحة يعني عملية سهلة وبسيطة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلامة كندا والحياة طبعا تكميم المعدة ما بعد اجراءها يعني زي ما احنا شايفين بتبقى يعني 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 العادة للعمل او العادة للحياة او ريهابجيتيشن ما بعد العملية طبعا الاستيكل اللي حاصل احنا ما بعد العملية بناقدر احنا نتماشى بعدها بساعتين ساعتين تلاتة بتلاقينا بنتحرك بصورة طبيعية بيكون يعني يمكن سهل وسريع بما بعد العملية احنا يمكن استيكل اللي حاصل ما بعد العملية بساعتين او تلاتة بنتين نتحرك بنشرب بساعتين تاني يوم المفروض ان احنا بنخرج لحياتنا الطبيعية بنقود يوم في البيت ولو عايزين ننسل شغلنا ما بعد العملية عملية تكميم المعدة هي عملية قائمة على ان هي بتقلل حكم المعدة الى جزء اقل من الطبيعي عشان احنا بنبترين الانشبع بسرعة ما منبوعش على فترات كبيرة عملية التكميم طبعا هي عملية بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة اقامة يوم واحد في المستشفى ما بعد اجراء العملية نزول الوزن ببقى تدريجي وصورة صحية سليمة ويعني طبعا هي تكميم المعدة من العمليات الخفيفة والقوية في انقاص الوزن والحقيقة طبعا نزول الوزن ما بعد العملية ببقى نزول صحي سليم مؤكد لانها متخلص من جزء كبير من هرمونات الجوع اللي بتخلينا طول الوقت مش قادرين نجبع واثناء الوجبة الوحدة يعني الشبع بيكون اقل شوية يعني بنحاول ناكل كمية كبيرة بدون نحس ان احنا بالامتلاء او بنحس ان احنا اكلنا كمية كافية عملية تكميم المعدة بتقوم على تقليل حجم المعدة الى جزء صغير بنبتلي بناكل فيه بنشبع بسرعة بنجوعش على افترات كبيرة الحياة طبعا ان كتير جدا من هرمونات الجوع او الجزء من المعدة بنتخلص من النوع وبالتالي بنشبع بسرعة وبالتالي نزول الوزن ببقى سريع ومؤكد ان شاء الله اشتركوا في القناة الشعر من اكتر الحاجات اللي ممكن تكون بتتأثر سواء بالحالة النفسية او الحالة المرضية يعني هنلاقي مثلا لو واحدة نفسيتها تعبانة هتلاقي شعرها بيقع او واحدة عيانة هتلاقي شعرها بيقع لو الواحد نفسيته تعبانة شوية ممكن شعره يخف ما يتولش لانه طبعا احنا قلنا ان الشعر ده بيتنفس وبيحس وحاجة حية فاي حاجة مؤثرات خارجية بتأثر فيه بشكل سلبي كتير فطبعا كلنا في وقت من الاوقات بنمر بظروف سواء صحية او بظروف نفسية فده بالتالي بيأثر على شكلنا بالسلب احنا النهاردة هنتكلم عن منتج هينقذ الشعر من المشاكل دي كلها يعني الشعر اللي ما بيتولش ممكن يتول الشعر الخفيف ممكن يتقل الفراغات في بنات كتير عندها فراغات من هنا او فراغات من جوة شعرها او رجال كمان هيساعد ان الفراغات دي تختفي الحقيقة انا شايفة ان هو منتج هايل جدا لعلاج مشاكل الشعر المختلفة هنتكلم عن ساينو ماسي هير بس خلوني ارحب في البداية بضفتي العزيزة دكتورة اان امحاوي احد اعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير ازايك دكتورة اان ايه الاخبار طبعا زي ما انا قلت انه الشعر بيتأثر باي حاجة باي حاجة سواء لوحد خس سواء لوحدة حامل وبتردع مثلا سواء كبر في السن سواء عنده حالة نفسية فمشاكل الشعر كتير جدا ساينو ماسي هير بيعمل ايه للشعر ايه المشاكل اللي بيعالجها ساينو ماسي هير انا هقولك انتي قلت دلوقتي كلمة مهمة جدا وهي فعلا انه هو منكز هو فعلا منكز للشعر المتهالك اللي بيقع بطوله الشعر الهايش الشعر التالف الناس اللي هي سبغت كتير وشعرها بقى مرهق جدا الناس اللي الستات اللي هم الحوامل او اللي بيردعو طبعا كل ده شعرهم خلاص هو يعني بيبقى صحتهم شوية ضعيفة طبعا احنا كلنا عارفين الوقت ده بيبقى صعب شوية شعرهم بيقع الغيزة بيبقى أقل شوية في الشعر ما بيوصلش ساينو ماسي هير ده المنكز فعلا زي ما انتي قلت منكز ازاي انه هو في كمية اكتب انجريجينتز كلها قوية جدا اول حاجة فيها سوفال ميتو سوفال ميتو ده عجبة احنا جايبانها من امريكا استخلصناها ده حاجة مهمة جدا ان هي بتوقف سقوط الشعر وده اول طريق العلاج ان انتي توقفي سقوط الشعر وبعد كده تبدأ يتعالجي تبدأ يتبصي بقى ان شعرك يطول بيبهر يبدأ يطلع ان شعرك يبقى ناعم ان هو يبقى فيه فليكسابلتي احنا بنتكلم رقم واحد سوفال ميتو ده انه هو بيعمل ايه بيروح بيقفل الانزيم او الانزيم اللي بيروح يهاجم البصيلة بتاعت الشعراية بيوقع يعني هو فيه المادة اللي بتمنع تساقط الشعر بالضبط دي رقم واحد وده اللي هنمتني به في اول حاجة في العلاج وهو طبعا احنا بنتكلم عليه انه هو برودكت علاجي هو علاجي طبعا يعني هو منتج علاجي للشعر والادفانتش اللي فيه انه هي انت تتكلمي عن حاجة انت لو جيتي خلاص عليك تشارك حبيتي مثلا انت خلاص راضي عن النتيجة واكيد هتردي حبيتي ان انت مثلا تريحي شوية شعرك مش هيوع دي حاجة مهمة جدا دي ميزة بصراحة لانه انا لما سألتك ايه المختلف يمكن قبل الهواء ايه المختلف اللي فيه عن كل منتجات الشعر قلتيلي الميزة اللي فيه اللي مش هتلاقيها في اي منتج تاني انه لما توقفيه شعرك مش هيتنكس يعني مش هيرجع يقع او يحصلوا تراجع مرة تانية افيه في اي وقت انت عايزي شعرك خلاص خلاص انت راضي عن النتيجة خلاص اعايز اتوقفي هتوقفي بس انا بانصح اي واحدة واي ستة واي راجل بيستعمل حاجة مبسوط بشعره ان هو بدأ يطلع وشعط له بقى احسن ونفسيته بقيت احسن دي ما يكملش لان التبيعي احنا بنهتم بحاجة زي اهتمينا مثلا ببشرة اهتمينا بشعر خلاص احنا شايفين احنا مرتاحين نفسيا طب خلاص نكمل مفيش مشكلة يعني هو حتى لو انا ما عنديش مشكلة ممكن ان انا استخدم سعي نفسيا طبعا هو بس مش عشان سقوط الشعر هو احنا بنيديكي ان هو يبقى لامع ان هو يبقى صحي ان هو ما يتقصفش ان هو انتي لما تيجي تصراحي تعرف تصراحي مفيش تشابك ودي حاجة مهمة لما قديكي منتج بيديكي لمعان وقوة ويزود كسافة ويخليكي تقدري تصراحي تقدري وانتي يعني انتي عارفة بتشوفي كده الناس يبقى شعراها بيلمع وبتحرك كده فاهمة الناس دي بتبقى بتبقى يقولي ممثلات مثلا والناس دي ازاي شعرهم كده وهي الفكرة كمان ان شعرنا يبقى صحي من غير مثلا من حط له فيه ناس ممكن تتقل بإكستانشنز مثلا الإكستانشنز دي اكتر حاجة بتوقع الشعر ده اكتر حاجة مدرة للشعر وبتنحل الشعر فاحنا مش هايزين كده احنا ليه ما نغزهوش بحاجة طبيعية بفيش فيها اي كيميكا الكمباونز ويبقى احسن لنا طب انا عاوزاك تقوليلي السكس اكشنز يعني 6 حاجات اللي بيعالجها سينوماسي يير اول حاجة احنا اتكلمنا فيها ان احنا بنوقف تساقط الشعر قلنا بساقط الميته طبعا استيميوليت هير جراس ان احنا بنزود نمو الشعر بنزود نمو الشعر ازاي احنا عندنا كافيين كافيين ده بيزود بلات سابلاي او بلاتيكوليشن في الشعر دورة الراس ان هو دورة دموية دورة دموية بس دب بنعمل ايه بقى يعني الكافيين ده مهمته ايه ان احنا الشعر ده زي ما انتي قلت في الاول ان هو كائن حي كائن حي يعني دورة حياء ان هو بيجيلي وقت ويقع طبعا احنا كلنا عارفين ان هو في الطبيعي ان الشعر في اليوم من 80% طيب احنا دلوقتي عايزين دورة الحياء بتاعت الشعرية دي انها تزيد الكافيين بيزودوا 33% بمعنى ايه بقى يعني الشعر بيجيلي وقت ويعجز ويقع لأ احنا بنمد في دورة حياته بنمد في عمر الشعرية بنمد في عمر الشعرية طيب احنا دلوقتي الكافيين مش هلقدي كده بس احنا بنقول ان هو بيزود يعني هو مكتوب هنا برضو ان هو انكريز هير دانستي احنا بنزود الكسافة ازاي ان احنا عندنا الكافيين برضو الفوليكل اللي هي البوصيلة البوصيلة بيطلع الشعرية واحدة طبعا مع استعمال صينو ما سهير مش لوحدها اه لان هو الطبيعي ان البوصيلة تطلع شعرية بصدب سعينو ما سهير هيخليها تطلع اكتر من شعرية عشان كده احنا بنقول ان هو بيزود كسافة الشعر ازاي ان انتي البوصيلة الواحدة بتطلع كذا شعرية بتلاقي شعرك تقل بلس ان هو بيعمل كوتنج لان احنا عندنا برضو الالوفيرا الوفيرا دي بتعمل ايه بصدب بتغلف طب انا غلفت وحفزت على الشعرية مش هتتقطع ما رقيش شعري بيطول حتة وبعد كده يقف ما بيطولش تاني طب اهو ما طولش تاني ليه لان هو جاف اه مش مارن فتلاقيه راح متقطع بتصرحيه طب هو شعر اللي ما بيتولش يعني لو الشعر ما فيهوش مشكلة غير ان هو ما بيتولش مثلا لا ما هو الشعر حيتوليه بقى اللي احنا بنتكلم ان انتي حتى كافيين وعندك بيوتين الحاجات دي عناصر اساسية لنمو الشعر فما فيش مجال ان هي ما تطولش يعني احنا بنغزي وبنهتم جدا يعني برضو الالوفيرا بتهتم من انتي ما بقاش عندك انتي يعني هي فيها خاصية انتي بكتيريا انتي انفلاماتري يعني ما فيش انفلاميشن ما فيش حكة ما فيش التهابات ما فيش بكتيريا بالتالي ما فيش قشرة صح فما فيش شعر بيوء هتلاقي شعر طبيعي جدا بيوصل لدورة دموية كويسة بيوصل لغيزة كويس قوي من الفيتامينز بالحاجات اللي عندنا في سينوماسي هير بلس ان احنا عاملين برضو التكنيك بتاع او يعني هو معمول ازاي انه هو بالنانو تكنولوجي نانو تكنولوجي ان احنا صغرنا الوضايقات جدا وخلناها بيور قوي بحيس ان هي بتختارك مسام بتاعك الفروة الراس طب ما يعملش اي اثر دهني لانه فينا شعرها قريدي بيعمل كده طب ايه صح عندك حق بس الناس يعني هو ميستو انه هو ما فيش الاثر الدهني ده خالص وريحته حلوة جدا فانتي يعني زي من قول كده ايه لا احنا استفدنا بحاجتين انه هو ما بيحسيش نشعرك مزيد في ناس وقت ريحته حلوة طب ما بيتعرضش يا دكتورة ان مع مثلا ان انا اسبغ او ان انا في ناس بتعمل فرد مثلا او سشوار او كده الحاجات اللي احنا بنعملها كده ده هو ده علاج هايل للناس اللي عملت سبغة وبوزت شعرها واللي عملت فرد وبوزت شعرها واللي عملت كل الحاجات السشوار والكلام ده كله اللي خرجت من الصيف لان الشمس لها نفس التأثير بتاع الحرارة او البشرة والشعر بيتأثروا جامد جدا بأشعة الشمس طبعا أشعة شمس الدرة فاحنا بنعمل ايه كميل هو فيه ان هو بيعمل كوتنج فانتي حميتيه من الكلام ده كله حميتيه من من رطوبة حميتيه من أشعة شمس درة حميتيه من حياة كتير قوي عوامل خارجية بتأثر على الشعراية تخليها جافة تقطع شكرا كده خلاص طب الاستعمال بيكون ازاي الاستعمال ان انت بترشي هو رشي سبري بزبط كده اهو بترشي من اربع لست بخات على فروة الراس بتدليك كويس قوي طبعا عشان نضمن ان هو توزع كويس على فروة الراس بيبقى على بشرة شعر جاف على الفروة جافة ليلا 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 لشان احنا دايما عارفين ان المسام بتتفتح اكتر وقت في الليل فمسام الشعر الفروة الراس بتتفتح حيبقى البروزكت بتاعنا ان هو يمتص كويس قوي طب احنا قلنا قبل كده نابلاني توكولوجي فاحنا خلاص اوكي اوريدي عارفين ان هو جزيقاته صغيرة فبيمتص كويس قوي ما بيتغسلش لا ما بيتغسلش احنا بنخص الشعر في المعدل الطبيعي معدل الطبيعي ان هو من مرتين لتلاتة لو شعرك دهني طيب اذا الساينو ماسي هير لو شعر بيقع ويقع في التساقط والميزة انه بيطلع بصائلتين في الشعراية بيطلع شعراية شعرايتين في البصائلة مش شعراية واحدة وده اللي ممكن يكون مختلف كمان عن اي حاجة تانية الشعر الخفيف بيتقل لو ما بيتولش ما بيتولش هيتغزة ويتول وبيعمل كافر كمان للشعر المجهد او التالف او الهايش صحيح بالشكل ده طيب الناس تجيبوا ازاي يعني تحصل عليه ازاي هتلاقي الارقام عن تجع الشاشة من وجودة دلوقتي بيتصلوا المندوقين بتوعنا بيروحوا لهم لو في الكاهرة في ناس تليوم لو خارج الكاهرة يعني تاني يوم طيب انا شايفة انه هو هايل جدا وكلنا لازم نعتني بشعرنا يعني بصدر انت عارفة كمان لانه بنستهلك شعرنا كتير قوي قوي وبنجهده وبنتعبه كمان مع السن الشعر بيقل بمناسبة السن فتحنا موضوع السن ده احنا بنتكلم انه هو فيه روز ميري روز ميري الابحاث طبعا مش انا اللي بقول الابحاث قالت انه هو بياخر نموه الشعر الابد الشعر الابد اللي طلع مناش دعو به طبعا لكن فيه ناس تغيرين في ال20 و25 شعرهم تلاقيه بيض او يعني بدأ يظهر لهم شعر اابد لأ هو بياخر نموه والبيوتين برده والبيوتين فيه ميزة او دي حاجة معروفة عنه انه هو بيحسن الخلايا بتاعت فروة الرأس بيحسن الخلايا بالضبط بيجدد الخلايا ما يفروة الرأس احنا بنتكلم على حاجة حية هو بيحسن الخلايا بتاعت فروة الرأس فانتي ضمنج الوقتي او شعر صحي فروة الرأس مضيفة ما فيهاش قشري ما فيهاش بكتيريا ما فيهاش انفلاميشن او في نفس الوقت الدم بيوصلها والغذاء بيوصلها والبيوتين اللي عندنا بتوصلها كويس قوي عشان انه تكنولوج اللي احنا تكلمنا عنه فانا مضياكي كل حاجة او فروة الرأس كل حاجة محتاجها الشعر فحاجة بسيطة جدا لانتي محتاجة شكشكة ولانتي محتاجة تاخدي اقراص تتخلص بيتعارض مع الحاجات دي؟ لا لا خالص خالص ما بيتعارضش ما فيش اي تعارض دييني العايز يعمل كده اوكي بس في ناس عندها فوبيا من الـ مش شكشكة والحاجات دي انا خلاص انا في غير عنها وفي ناس ما بتحبش تاخد ادوية بالبؤ الادوية طبعا فيه سيقولك ما دتي وجعاني بياخد ادوية كتير اه وبعدين بيبقى هو تحت مكمل يعني تحت بند مكمل غذائي تلاقي ناس بتدخن جالها استرس انا تخنت عصبي تابت شعري واع في ناس تانية تلاقي عندها شعري زايد بسبب التابلت اللي بتاخدوه فانا عليك تلك حاجة بسبري يعني تجنبنا كل المشاكل دي بس حاجة ببرودكت واحد بس وخلاص طب النتيجة تبدأ تبقى امتى النتيجة بتبدأ معاكي من اول اسبوع تساقط طبعا بيقف على طول ده اول حاجة تاني حاجة اللي احنا بتتكلمنا عنها ان احنا بيظهر بيبي هير بيبي هير ده يعني احنا دلوقتي البرودك بدأ يشتغل شغلته التانية اللي هو وقفنا تساقط شعر بينمو هنفضل طبعا نستمر لمدة ثلاث شهور عشان دي دورة حياة الشعر طيب احنا عايزين طبعا نتيجة احسن عايزين كلمته هنزود بس احنا متكلم لمدة ثلاث شهور هتلاقي شعرك يعني انت راضي عنه تماما انا بشكرك يا دكتورة آن على وجودك معي ومبسوطة بسعينوما سيهير جدا شكرا لكي هنروح لفاصل لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل استنونا استاذة سميرة كانت بتعاني من اثار التقدم في السن واعلان للمركز الطبي على التلفزيون هو اللي غير حياتها للافضل انا بقالي فترة بعاني من تجعيز في الوقت وهلات صودة تحت العين رحت لدكاترة كتير مفيش نتيجة واخيرين وانا قدامي التلفزيون شفت اعلان المركز الطبي جيت على طول هنا ويا ربي يكون في نتيجة كويسة موسيقى انا بقالي اسبوع عام لأول جلسة وشايف نتيجة موفقة وحتى كل اللي شافوني من اصحابي وجيراني قالوا ان المركز الطبي دهيل ونتيجته حلوة وان شاء الله اكمل بقيت الجلسات ونشوف نتيجة احسن موسيقى انا دلوقتي خلصت كل الجلسات بتاعتي ولقيت نتيجة موفقة وهيلة جدا وانا بنصح كل الناس اللي عندهم الحالات اللي كانت عندي يجوا لمركز الطبي وحيشوفوا نتيجة هيلة جدا وموفقة بإذن الله قصص نجاح المركز الطبي كتيرة بس اكيد اللي جاي اكتر وافضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب موسيقى هنتكلم دي عن فقرتنا دي عن الفيلر واستخدامات الفيلر المختلفة وانه الفيلر دلوقتي يعني المتعرف عليه زمان انه كان بيستخدم من الملء الاماكن الفضية او الشفايف او يعمل خدود بالمعنى البسيط كده تعملي شفايف تعملي خدود تعملي مش عرفاية دلوقتي الفيلر كمان بيستخدم لنحت الوش بيعمل الكنتور بتاع الوش وده المودة دلوقتي وانناس كتير جدا يعني بتحب تتبع المودة وتدور على كل ما هو جديد فاحنا نهاردة هنعرف ازاي بالفيلر اولا ندري عيوب تاني حاجة ان احنا نملى تالت حاجة ان احنا نعمل نحت وتحديد للوجه مع ضفتي العزيزة اللي بحبها جدا وبسعد بلقائها دكتورة رباب الرفاعي اخصائي جراحة التجميل والليزر بالمركز الطبي وعضو الجمعية الامريكية للتجميل والليزر اهلا بك اهلا بك نحن ننحط الوجه كله من فوق لتحت نرسمه و كيف يكون المدور مربع و كيف المربع المربع و في آخر مقاييس الجمال المثلث المقلوب المثلث المقلوب اللي هو بيبقى الجبهة هنا عريضة و نزل محدد لتحت محدد لتحت ده يشمل حاجتين ده اللي هنحكيه في الحلقة دي النهاردة ان شاء الله المثلث المقلوب يشمل ان ما عندي كونتورينج للخدوط خدوط مرسومة دي ممكن اعملها بالفلر و ممكن اعملها بالخيوط او بالاتنين مع بعض حسب الحالة يشمل برضو ان انا انحط المنطقة دي و اخليها مدببة لان ده من الموضة او الموضة الاكتر برضو او اللي تتناسب يعني انا بحبش كلمة الموضة في الوجه ولكن يتناسب مع شكله بالزبط لو الوجه مدبب او نحيف او ممكن نعرضه و نعمله الانجل اللي بنسميه تكسس او ابتسامة تكسس او تكسس الاوج منتشرة جدا وبيني وبينك يومنا لما اشتغلناها على حالات من الناس اللي هي النحيفة اللي وجهها طويل او بيضاوي فعلا جابت معاهم نتيجة رائعة جدا ممكن هنشوف في الصور دلوقتي ازاي ان احنا بيتحول بابتسامة تكسس او فلر تكسس ازاي بنرسم به وننحب به الوجه هنا عملنا نصين خلينا نشرح على النصين قبل وبعد اوكي انا متعمدة الوضع دا اولا احنا عملين فلر شفعيف بين شوية هنا الخط الابيض المتقطع في الابل نازل واخد الكونتور العادي بتاعه الشهل هو مفيش انجل خلي بالك من الناحية التانية عملنا الانجل بتاع تكسس اللي هو مدي عرض بقول لكم ايه دا نص الناس المعروفين عاملين الموضوع دا في الواقع هاي او برافو عليك هيا انتصارت قوي لان كان لوق بلد اسمها تكسس ديت في امريكا كان كل الناس انك بيلعبوا رياضة واقوية فواخدين لوق حلوة قوي ان هما هالثي فاللوق بتاع تكسس دا اللي هو الصدغ المرسوم دا شايفها الانجل بتاعت الماندبل بينا ازاي بنعمل معاها كمان التشان دامبل بنعمل معاها كمان سمت الحسن طبع الحسن بالفلر معقولة بالفلر لا 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 طبع الحسن يا جماعة طبع الحسن اللي هنا بيتعمل بالفلر بنعمل طبع الحسن بالفلر وده على فكرة من ضمن حقن تكسس يعني تكسس بنعمل فيها الانجل او التعريض بتاع الوجه من هنا عشان ندي قوة وقونتور كده خصوصا مع الناس اللي وجهها عريض من الخدود ونازل نحيف من تحت فبندي عرض اللي هو حقن التكسس كل دا بالفلر يومنا احنا عاناش حاجة فلر مفيش ولا يا حاجة جاست حقنة خلاص وبنعمل اللي هو تشان دامبل اللي هي بنعمل طابع الحسن او سامة الحسن بنعملها بالفلر طب تروح بعد فترة زياء دايما ادي رانج للفلر سنة سنة وشهرين لو اللي هو الجسم ما بي هفعلش مع الفلر بصعاع بس اديها دايما سنة سنة وشهرين في ناس بتوع منها سنة ونص وسنتين كمان اه يعني بس دي ممكن تتعامل جراحة اه جبا تتعامل بالجراحة وتتعامل بالخيوط بالجراحة بتتعامل الدول اللي طلعين موضة اه اه لعد ماتين دول اللي طلعين موضة او بالزيت الناس النحيفة تلوك بالزيت الناس النحيفة اه معنا صور تاني هنشوفها دلوقتي وبيتعامل طابع الحسن اللي هو ايه الحتة دين لدخل الوارد طبع الحسن تامة الحسن او اللي هو تشان دامبل ده بنعمله بالفلر بنحقنه بالفلر ده من الكونتورنج بتاعنا كمان الدقن دي ساعات بتكون قصيرة جداً اتفاقنا ان احنا دايما نضع صبعنا كدا. لازم الاطوال كل الانف مع الشفايف مع الدق ان يلامس صبعنا. هو التساوي في التلامس ده من علامات الجمال او من علامات تساوي المنطقة دي. لو ادى انا اقصر ولملامستش الصبع بالان ايجا ان احنا نطولها لأ تمام. الا زال بجرب. لا زال في خبطت في الشفايف. لازم بجرب. اه لازم نجرب. فتلاقي في المقياس المظبوطة كل متساوي في تلامس مع طب لو الدقنة اقصر شوية لا احنا بنوصلها بالفلر ان احنا بنطول الدقن شوية ونحددها ونرسمها بحيث انها يبقى الانجل كلها متساوية يعني انت عارفة دي لما بتبقى قصيرة فعلا كمان بتعمل زي ضب كده شوية كأن الفيس بالجينج اللي قدام كده ويبقى مش مرسوة فلما بنطول دي اولا انت عارفة مع تقدم في العمر بيحصل بون ريزوربشن يعني ايه بون ريزوربشن اللعزوان بتتأكل فبتلاقي المنطقة دي عند الناس اللي كل ما كبرت دخلت لجوه فبتعافي السن السيدة دي تكبر للمنطقة دي نحفت ودخلت لجوه والدقن صغرت فبنعوض بقى الانسجة اللي راحت ديت بالفلر بنعوض هنا ونطول الدقن شوية فبننحط منطقة التشان وبتدي نتائج اكتر من رائعة وبتغير الشكل تماما ساعات كنتو بتعملوا حاجة هنا برضو هنا في الحدد دي برافع لك دي من الحاجات المهمة قوي اللي هي طلع موضة جدا جدا تجميل الانف بدون جراح ديت اللي طلع قوي اولا الفلر ليه دور في ان انا ارفع ارنبت الانف التاب بلاستي ان انا قدي شوية من رفعة الانف عشان ما بقاش للناس اللي عندهم النوز سادل شوية او نازلة في عندنا ساعات ودي بتبقى كامل قوي الناس اللي عندها الهامب عالية وفيه في المنطقة دي من العضم دخل الجوة بنعوض المنطقة دي وبنحقن فيلر في المنطقة دي بنعمل تجميل وتساوي للكنتور بتاع الانف بالفلر بالفلر ما عملناش عملية نحن مخدر موضعي ومن غير مخدر كمان بنحط كريم ونحقن الفلر بنساوي المنطقة دي يعني انا النهاردة احب ان انا تكلم عن الحاجات التانية اللي ناس متعرفهاش للفلر بزرع يعني كل ناس فاكرة انه الفلر ده هعمل خدودي بيه هعمل شفافي بيه وخلص وشكرا على نحن بقينا بنجمل الانف بقينا بنرفع التب بتاعت الانف بقينا ممكن نرفع الحاجب انت ما احنا عارفين ان الحاجب بترفع بالبوتوكس اه او خيوط او الخيوط ساعات البقتي فيه ناس من قطرة محقق بوتوكس بقاش تستجيب قوي او استجابت العطلة ضعيفة شوية بقينا بنرفع الحاجب بحقن فلر في المنطقة اللي تحت الحاجب وبيرفعها بدي نتائج ممتازة جدا اوه هي زي هنا كده هي حالة اللي هو الهالات دايما تسمعي دلوقتي يومنا فيه حاجات الفتكاسات طلع كده اه علاج الهالات من جلسة واحدة او بس عارف يا دكتور رباب ساعتنا بتبقاش هالات هي بتبقى الحتة بس داخل الجو هو ده مهم تشخيصه جدا هي هالات ولا عين غائرة لو سانكن اي والعين داخل الجو وفيه حفرة بتديني فرق إضاءة كإني عندي هالات وأنا ما عنديش هالات فلما بحقن الفلر تحت العين طب هتقولي السورة تانية بعد في الجروف ده في الحفرة دي برفع الحفرة ديت أو النزول ده فبيديني إحساس بالتساوي وكإني عالجت الهالات في حالة واحدة دي كانت يعني مراوحة مبسوطة جيدة ونكادش مصدق هي والدتها انها هتتعالج في جلسة واحدة طبعا وبواسيط بتقالي بتحط حتى شوية صغيرين ما بتحط جدا وفلر خاص بتاعت العين اللي عندي تركيزات مختلفة عليه الفلر في الفلر الخفيف جدا بنحقنه تحت العين الفلر الوسط بنحقنه في الشفاء الفلر الأتقل شوية في تركيز الهالرانيك أسد بنحقنه في التشيكس بنحقن فيها في التشيكس عشان هو ده اللي بيرفع وبيديني فوليوم والتركيزات المتوسطة بقى بنعمل بيها النازولابيال وبنحدد بيها القونطور بتاع الوجه كله طب في حاجات ممكن مواد تضفيها على الفلر تعمل لا هو الفلر انتي عارفها بتبقى السيرنج كده معقمة بتيجي مقفولة ما بندفشو لكن مؤخرا شركات التجميل كلها برا مصر أضافة مواد من الكالسيوم اللي بتعمل على إطالة مدة الفلر بيخليه يفضل فاترة طويلة أضافة مواد تانية بتدي للفلر كالرد شوية بيبقى بيدي لون تنكش فده اللي بقينا بنستعمله ويمكننا كمان هنكسر القاعدة خالص والحلقة اللي هي معاكي احنا دايما متعودين احنا مغالب كل حال ايو ايو قوليها كمان هنتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 حقن الفلر وتجميل وتوريد وريجيفونيشن في المنطقة الونثوية المرة الجاية هتبقى معنا بالأجهزة وبالصور وهنشرح يعني ايه ان احنا نجمل المنطقة الونثوية الخاصة الحليمة بالفلر بالريجيفونيشن بالبي ار بي بالايسر طيب احنا في انتظار الحلقة الجاية وعايزك كنت بتقوليلي ان في عرضة او في مفاجأة او في حاجة كده عاملان لنفسها ده حاجة جميلة جدا احنا عاملين افر 50% لكل المهمهات وطبعا والسيدات اللي هما بالناس بالدخول للمدارس احنا مهمهات جدا والله حاسة نفسها تعبت قوي يعني ما تفكرينيش متفكريني ايه انا وانتي مامات كده كل الانسات الحلوين والسيدات والمامات اللوزاز قوي عشان بداية الدراسة فاحنا عامل لهم افر لطيف جدا عرض 50% افر على كل المانوفرز التجميلية تشجيعا مننا ورفعا للمعنويات والله بصراحة امتوا كده فعلا هترفعوا المعنويات متوكس وثلر ونضارة وكل المانوفرز بتاعت التنميل يعني ممكن يكونوا مكسلين بس مع العرض ده مش هيكسلوا واحد الوقت اه واحنا حاسين بيهم برضو في داخل المدعيس اه لغيال تخلص مذاكرة وتزبط الدنيا وكل حاجة وتروح تروأ نفسها بقى ودعها نفسها لا طبعا هو مفيش حجة طبعا خاصة انه الحاجات دي بقت سهلة يا دكتور رباب دلوقتي جدا وبتجيب نتيجة حلوة قوي ومش عيب انها تتعمل يعني عارفة من كم سنة كانت تقولك ايه ده الحقي ده عاملة بوتوكس وفيلر وعملة مش عارفة ايه لا لا خالص دلوقتي لايب انك ما تعمليش لايب انك تسيب نفسك ما تعمليش طبعا والتجميل كله في اتجاه تجاه انك انك انت تروح العيادة ساعة وتطلعي عاملة كل المانوفرز التجملية نبقاش بقى التكنيك او الفكرة بتاع زمان غرفة العمليات وهنشد لا خلاص بتدخلي العيادة بتطلعي حق انحقن او اتنين وصلتي ليه الهدف اللي انت جاي عشانه والشكل اللي انت بتحلامي بيه طب هل البوتوكس ليه حاجات تانية برضو استخدامات تانية غير اللي المتعرف عليها اه البوتوكس دلوقتي زين بقولك يومنا انت عارفة الناس اللي هي بتبقى الجديد بقى طبعا الناس اقول ليه عارفة ان احنا بنحقن به الحق التعبيرية او الحركات التعبيرية بنعمل بيني فرتيتي لق اللي هو بنشد به بننحط به المنطقة بتاعت الجولاين شوية بنحقنه في الرقبة عشان تجعيد الرقبة بنسبت به الايلة بتاعت النزاي دي اللي هي وحنا بنضحك فيه ناس بتتحرك دي بنسبت بيها المنطقة دي الجديد ان احنا بنعمل به حقن في المسيتر في العضلة اللي موجودة بتاعت المضغ عشان فيه ناس عصبية قوي لما بتجي بتنفخ او بتشد بتلاقي والشاهد غير ملامحه وديت نافخة كده والشكل يعني استغفر الله عزم تلاقي فبقينا بنحن في المسيتر دي عشان اللوك يبقى اهدى حتى لو هي تعصبت ما يبقاش فيه اوفر راكشن الاوفر راكشن ده بينفع مع الولاد بس انتي ببتعرفيش تعمليه برضا انتي ببتعرفيش تعمليه طب ليه نكشر وليه نتدايق وليه يعني مش عارفة يعني على فكرة التكشيرها دي والله العظيم بتعجز صح وبتكبر صح وبعدين فيه ناس كتير تقولك ايه اه انا عندي اه مشاكل بس مش هعمل دلوقتي هستنى انا لسه صغيرة مش هعمل دلوقتي انا مش مع الناس دي خالص طب واعدين انا ابشرها يعني اللي مستنية 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 ممكن كل اللي احنا بنتكلم فيه الحاجات البسيطة اللي هيشركة وحقنا وحاجة بسيطة ممكن ما تنفعلكيش بعدين ممكن تبقى انتي اجلت مشكلة تتفاقم كبيرة جدا يبقى الحل فيها مكلف وطويل المفعول وتضطر تدخلي او ار قط العملية الطابلي صح صح طيب احنا عاوزين نشوف انتو كمان موجودين على السوشال ميديا وليكم صفحة صفحة المركز الطبي يارد نشوفها معانا على الشاشة بعد اذنكو لان انتي عارفة انه السوشال ميديا لها جمهور كبير قوي جدا بالذات من التين ايجرز والبنات اللي هما اللي بيتابعوا الصفحة دي صفحة المركز الطبي وعليها الاوفر اللي احنا منازلين وفي بداية السنة الدراسية واي استفسارات او اي اسئلة ممكن نتواصل عميها عن طريق الصفحة وبنرد على كل الاستفسارات طيب حلو اول لان انا شخصين في ناس كتير بيتبعتلي على صفحتي اسئلة خاصة بالحاجات دي فالصفحة موجودة اهي كانت موجودة معاكو على الشاشة عشان اي اسئلة مخاصة بالمركز الطبي تبعتوا على الصفحة دي وتفكري الناس اخر مرة بالعرض اللي انتو عاملينه او عاملين المركز الطبي عامل العرض الاوفر خمسين في المية على كل المانوفرز التجميل سواء كانت الاجهزة او حقن النضارة او البوتوكس او الفيلرز او حتى عمليات الشفط فده يعني فرصة كده لطيفة جدا فرصة اللي ادلع ولا بالزبط كده في بداية السنة الدراسية طرفيهم مننا ياهي انا بشكرك يا دكتورة رباب على وجودك معايا دايما ببقى مبسوطة بوجودك شكرا دفتي العزيزة دكتورة رباب رفاعي هنروح لفاصل لسا عندنا فكرة اخيرة بعد الفاصل استنوا ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اساد والسيرامايد المهروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة ستة وخمسين في الصحة المصرية والاتحاد الاوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الامارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج ايطالي الصنع ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم لانه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو اصغر سنة بعشر سنوات من الاستعادة ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دورو جولد احد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم ايطالي ومقرها سان مارينو ايطاليا ماسي فارم ايجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غاوف ومقرها دبي الامارات ماسي فارم امريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب موسيقى الحقيقة الجمال عمره ما كان بيقتصر على سن معين او مرحلة عمرية معينة او على حالة اجتماعية معينة او على وظيفة معينة اي واحدة تقدر انها تكون جميلة وتهتم بنفسها سواء كانت صغيرة او في منتصف العمر او كبيرة في السن مفيش منع ابدا ومفيش برضو ما يمنع انك تكوني بتشتغل اي حاجة اي وظيفة معينة وتكوني برضو مهتمة بنفسك وجميلة لانه دايما انا بقول انه ده يعني بيدي كارزمة وبيخليكي مختلفة وبيخليكي ايجابية بشكل كبير والحقيقة انا بيبعتلي رسال كتير جدا على صفحتي من سيدات عندها مشاكل اجتماعية بسبب وهي عارفة انه هي السبب بسبب ان هي اهملت في نفسها في وقت من الاوقات او مدتش لنفسها حقها وتشغلت في امور الحياة والاطفال والشغل والبيت وده طبعا ده واجبنا كلنا ووظيفتنا كلنا واي واحدة في الاول وفي الاخر هي لازم تكون ام وزوجة ومسؤولة بس ده فيما بعد بيسبب مشاكل والمتضرر الاول هو السيدة فطبعا المشاكل اللي بسمعها انه في مشاكل بينها وبين زوجها وفي مشاكل يعني من النوع ده يعني وبتيجي بتقول انه انا عارفة ان انا قصرت او انا عارفة ان انا ما عملت الشل علي او انا عارفة ان انا اهملت بس اعمل ايه دلوقتي فيعني هو يعني مفيش حاجة سماها فات القوان او مش هينفع لا كل حاجة يعني تقدري تحوليها من الشكل السلبي للشكل الايجابي بس تاخدي القرار انه انت لازم تتغيري لازم تحملي حاجة جديدة لازم تحسني من شكلك عشان نفسك مش عشان اي حد تاني في الاول وفي الاخر بحب جدا السيدات اللي دايما بتسأل وبتواكب الاحداث وبتعايزة تعرف ده حاجة جديدة طلعت لأسأل عليها طب اشوفها طب اجربها طب دي حلوة طب دي مش حلوة وكتير بقابلهم بقى في حياتي يعني سواء في حياتي العملية او في حياتي الشخصية من الحاجات اللي الستات معجبة بيها جدا وبتسأل عليها كتير قوي وفعلا هو حق نجاح وانتشار كبير جدا مش بقول كده عشان هو منتج بيطلع في برنامجي لا هي دي الحقيقة هو ماسي درو جولد اللي هنتكلم عنه في فقرتنا دي مع ضفتنا العزيزة دكتورة دينا ابو الصعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم زيك دكتورة دينا زيك يومنا كله تمام الحمد لله يا حبيب بيكلموكي ناس كتير انا عارفة انك سعب بتتواصل مع الناس يقولولك انا خلاص الدنيا سودة في وشي وفاتي الاوان وفاتي الوقت وانا اللي عملت كده في نفسي وانا اللي قصرت في حق نفسي ده بيحصل؟ بيحصل كتير يا يومنا يعني كتير بتواصل مع العملة يا دكتورة دينا انا متدائقة جدا انا ببص على نفسي في المراية بلاقي نفسي كبرت فجأة ما كانش عندي التجعيد دي ما كانش عندي الهالات السودة دي الهالات السودة بتقرقني جدا انا جوزي على طول يقول لي هو انت شكلك بقى عامل كده كتير يعني بتلاقي تقول لي جوزي متدائقة من شكلي انا متدائقة من نفسي انا ما بقاش عندي ثقة بنفسي انا ما بقيتش عايز اروح الشغل ما بقيتش عايز اخرج وانزل في المجتمعات بسبب شكلها الشكل عامل اساسي للثقة بالنفس عامل اساسي للكارزمة الحلوة وعمل أساسي للعطاء يعني على طول أقول ماسيد روجولد يا يومنا حقق نجاح كبير وحقق أمنيات ستات كتيرة جدا يعني كل الستات أمنيتها أن وشها يبقى حلو وشعرها يبقى حلو ماسيد روجولد حقق النجاح أن الشكل الخارجي يبقى حلو لأن بيدي نظارة حلوة قوي ممكن تبقى الستة مش عندها المقاييس الجمال العالمية لكن أنت تحب تبصي في وشها وشها فيه صحة بتقولي فيك رزمة حلو فتلاقي نفسك عايزة تبصي في وشها ماسيد روجولد حقق المعادلة دي معادلة صعبة جدا أن نحن ننتكريم شركة ماسيد روجولد ننتكريم يقدر يعالج كل علامات التقاطب في السن في كريم واحد معادلة صعبة جدا أنت حقق المعادلة دي في ست سنين أبحاث ست سنين كلينيكل ترايلز عشان نطلع منتج فيه ستة وخمسين مكون كل مكون بيشتغل على مشكلة معينة في البشرة فأنت على طول بقول مع ماسيد روجولد أنت دايما الأجمل وعلى طول بقول شعارنا أن نحن نقدر نصغر في الشكل مع ماسيد روجولد شكليا عشر سنوات طيب يعني هو الناس سألت كتير يعني ايه يعني أصغر عشر سنوات في شكلي يعني هو أنا يعني ايه اللي انتو عاملينه او ايه اللي انتو حطينه ايه اللي جوة في الازازة دي خليني أبقى كده ماسيد روجولد يقدر يصغرك عشر سنين في الشكل لأنه بيحتوي على ستة وخمسين عنصر طبعا أهم من مكونات ماسيد روجولد جزيئات الدهب مش هنلاقي منتج فيه جزيئات الدهب فيه كافيار فيه كولاجين فيه مادة الفيلر مادة الهيلرونيك أسد فيه سيرامايت فيه واقي شمس فيه مضادات أكسادة فيه طبعا مرتبات عالية جدا مسترايزينج عالي جدا فطبعا ستة وخمسين مكون في كريم واحد منهم تلاتة وعشرين عنصر فعال يعني كل عنصر فعال بيتحطله كريم لوحده وكورس لوحده فأحنا أخذنا الثلاتة وعشرين عنصر فعال في كريم واحد ستة أنا أنا أنتو أول نستعمل موضوع الدهب الخالص دا طبعا ماسيد روجولد بيحتوي على جزيئات دهب مع كل علبة من علبة ماسيد روجولد فيه سيرتيفجة جارانتي هي بس أنا أسفى أنها ضعت مني بيحتوي على جولد فليكس 23 كارات طبعا العبوة كورس كامل يعني يقول لي طب يا دكتورة دينا ده فيه دهب الدهب هيترصب تحت لا أنت أصلا أنا عشان آيل بيتي خلصت لو كانت لسه مليانة هتلاقي لو لفتيها كل عروق دهب بسيد روجولد ليه سير تركيبة مش موجودة في أي كريم أن كل ضغطة بتحطيها على بشرتك فيها دهب كل ضغطة فيها كافيار كل ضغطة فيها مدادات أكسادها فيها فيتامينز فيها معادن فيها بروتينز فيها كولوجين فيها فيلر مع كل ضغطة يعني أنا مع كل ضغطة أنا هتنزلي كل المكونات دي طبعا وكل مكون يا يومنا ليه تأثير على البشرة رهيب يعني لو هنتكلم عن الدهب الدهب أول ما بيلمس البشرة بيعمل نظارة حلو قوي لأنه بيعلي البلد سيركليشن وبيعلي الدورة الدموية الدهب أنت يرينكل من الدرجة الأولى يعني بيقدر يقاوم ويعالج التجعيد الدهب ويتنينج إيجنت يعني بيفتح قوي يعني يمكن كتير شفت عملة مع ضوش تجعيد بس عايزين يفتحه ينوره فالدهب الموجود في ماسيد روجولد بيشتغل على الميلانين وبيقدر يعالج هالة سودا يقدر يعالج أي بقع أثار حب الشباب يعني يقول لي طب يا دكتورة دي أنا عندي 18 سنة قريدي بيبقى عندك حبوب سواء بنت أو ولد والحبوب بتصيب أثار ماسيد روجولد يقدر يوحد لون البشرة ويخلي البشرة كلها لون واحد آه يعني أثار الحبوب دي كمان بتتشار طبعا والهالات السودا ده مهم جدا لا الهالات السودا دي كان كرسى عند ناس كتير آه ماسيد روجولد العلاج الأمثل للهالات السودا وكمان الكلف يعني فصل الصيف لما بتنزلي الشمس حارقة جدا وفيها الألترا فالت ايه وبي بتعمل دارك سبوتس بيقدر كل حاجات دي تتعالج مع ماسيد روجولد وطبعا الدهب فيه مدادات أكسادة يعني هو علاجي ووقائي يعني ايه بقى مدادات أكسادة؟ يعني البشرة بتتأكسب من عوامل كتير قوي فبتطلع حاجة اسمها خلايا حرة مدادات الأكسادة بتقدر تلتهم الخلايا الحرة دي وتمنع انتشارها في البشرة الخلايا الحرة بتعمل تعجيز بتعمل تشأوقات في البشرة بتخلي البشرة شكلها شاحب جدا فهو بيحتوي على مدادات أكسادة اصلا قبل ما ماسيد روجولد ينزل لو كنت بتشتري كريم ليكي او لأي ست بتشتري كريم لازم ايه ده ده فيه anti-oxidant لازم اجيبه لان كل الستات عارف اهمية مدادات الأكسادة في الكريم فما سيد روجولد بيحتوي فعلا على مدادات أكسادة الكافيار كمان فيه مدادات أكسادة يعني هو يعني انا كل الكلام ده اتكلمته عن الدهب الكافيار لا يقل اهمية خالص يعني الكافيار فيه خير البحر كله كله معادن كله منيرلز احماض امنية مدادات أكسادة وتفتيح يعني الكافيار يقدر يفتح البشرة ويعالج التجعيد كمان فتخيالي كل علامات التقدم في السن بتكلم فيها مع الدهب وكافيار احنا لسه عندنا مكونات طب ايه اللي بيشد يا دكتورة دي لانه هو مكتوب برضو عليه انه هو بيشد البشرة face lifting ده من اهم الـ actions الكولوجين بيشد البشرة ومادة بقى مهمة جدا السيرامايد السيرامايد دي مادة شمعية already موجودة في بشرتنا ومع التقدم في العمر بتقل السيرامايد دي مادة شمعية بتقدر تلزق الخلاية بعضها انت التراهل اللي بيحصل لما الخلاية بتبتدي تفك طب يحصل تراهل السيرامايد بيقدر يلزق الخلاية بعضها ويخلي الجلد مشدود فطبعا المادة المهمة جدا في شد البشرة هي مادة السيرامايد وموجودة بكمية عالية جدا في منتج ماسيدوروغولد طيب فيه ناس كتير بتحقن بوتوكسوفيلر عشان موضوع الشد ده وموضوع التجعيد دي الناس دي بقى بتقولك طب يعني انا هعرف لو جاء انا جبت ماسيدوروغولد ده هستغنى بيبقى عن قصة ان انا اروح احقن والحاجات دي ماسيدوروغولد لا يتعرض اطلاقا مع الحقن بالعكس عندنا عملة كتير في شركة ماسي بتحقن وبتحب حقن الفيلة الوربوتوكس وبتستخدم ماسي معا يعني انا اي سيدة اي راكل بيتفرجوا علينا بيحقن وفيلة الوربوتوكس على طول بنصح باستخدام ماسيدوروغولد مع الحقن لانه بيطول مدة الحقن كمان بيطول مدة الحقن لو بيعزز مفعول الحقن وكريم ماسيدوروغولد فيه مكورات محتاجاها البشرة جدا زي ما هي محتاجة الفيلر والبوتوكس فيه فئة تانية ما بتحقنش فيلر والبوتوكس بقولهم ماسيدوروغولد هيعالج التجعيد بطريقة كويسة جدا التجعيد الخفيفة او الدقيقة او الفاين لاينز بيعالجها تماما التجعيد العميقة ومش عايزين نحقا بيحسن الشكل بنسبة كبيرة جدا فدي حاجة مهمة جدا فيه ناس بتستخدم حقن فيلر والبوتوكس واستخدمت ماسي وبعد ماسي قلتلي خلاص انا عملت الحقن بس انا هكمل على ماسي مش هرجع اعهن تاني فدي ميزة حلوة قول برضو في ماسيدوروغولد والميكب ببقى انه فيه ناس كتير من اللي اتبعتلي فاكرة انه هو يعني ميكب او حاجة مشتقى من الميكب هل هو ليه علاقة طيب بشوف كده هو ده كريم اساس هو يا جماعة مش ميكب ولا هو كريم اساس ده كريم علاجي يعني احنا منعالج البشرة الميكب انت بتداري لكن ما بتعالجيش بالميكب انت وان سنة غسلت وشك كل المشاكل بتبان ماسيدوروغولد مش ميكب ولا هو فاونديشن ولا هو كريم اساس احنا ممكن لو عايزين نستخدم ميكب نضغط ضغط على وشنا بنعمل بيه حفاء يعني قبل الميكب بنحافظ من اختراق البشرة للميكب لكن ماسيدوروغولد مش ميكب ماسيدوروغولد منتج تجميلي علاجي وقائي ملوش علاقة بالميكب اطلاق طيب ويستخدم يوميا يا دكتور دين يعني هو قصد هو كورس علاجي يعني لازم نمشي عليه اه طبعا مش وإحنا خارجين خروج نحط نستخدمه مثلا أو إحنا معرفش ايه حد جاي لنا نستخدمه مش بتاع يعني ايه ده علاج لازم يتاخد كل يوم يومنا يمكن آه في بنات كتير بيحبوا شكل البشرة ولما بتحط بيحطوه فبنات كتير قبل ما بتخش بتروح جامعة صبح بيحطوا ضغطتين على بشرتهم بدل ما يحطوا ميكب فهو بيجمل الشكل جدا لكن هو أهم من التجميل هو علاجي فلو حطناه مرة واحدة بس عطوه بنصح بالليل لأن سرعة استجابة البشرة بالليل بتبقى عالة كتير من الصبح لأن ماسيدوروغولد ما تصنع بطريقة النانو يعني نانو بارتيكلز البارتيكلز كلها صغيرة وزي ما شايفين يا يومنا على الشاشة دي طريقة استخدام ماسي ماسي طريقة السهل الممتنع يعني من اضغط 3-4 دقطات يوميا على كف ادينا وبنوزعه على الوش كله تحت العين طبعا انت شايف النظارة الفضيعة الطحفة من البنت البنت غسلة والشهد ده تأثير ماسي من أول دهنة يعني يمكن كتير بيسألوني طيب امتى هنشوف النتيجة هنشوف النتيجة دي on the spot الخدود تحمر كده طبعا الوردية وتعمل الوردي كده طبعا دي أول النتيجة لكن نتيجة التجعيد نتيجة البقع الهالات السوداء أي علامات تتقدم في السن بتشوف يتحسوا ملحوظ أكيد من أول شهر وكمان بتعتمد عن استجابة البشرة للتانية يعني ممكن بشرة تستجيب أسرع فبتلاقي تعالجت النمش سيدة من أول شهر ممكن بشرة تانية وده شفتم من العملة اتعالج النمش من بعد الشهر الرابع حسب استجابة البشرة التانية يعني في نهاية الكورس هيبقى المشكلة المشاكل كلها تحلت اه طبعا في نهاية الكورس انت بتشوفي الكورس بيكفيك على الأقل 6 شهر استخدام انت من الشهر الخامس خلاص انت بتشوفي كل حاجة تمام وتعالجت وهتلاقي نفسك فعلا نضي على شكلك هتلاقي نفسك مع الاستخدام كمية المكياج اللي بتتحط مش هتبقى تتحط وهتلاقي كمية كومنتس وتعليقات طبعا مش عايزة اقول لكم انت حلوتي كده ليه شكلك متغير طب انت عاملة ايه ومش هارفة ايه بصوا انتوا هتحسوا يعني ايه مش هتقدروا تحكموا على نفسكم الناس اللي بتشوفكم هي اللي هتحكم عليكم ده ده فعلا مش قادر اقولك بيبطايرين ازاي يعني كتير ممكن من العملة الستات تقولي انا مش قايلة الجوزي هشوف بقى هو هشوف الاختلاف ولا لا فلما بعد شهرين بتقولها انت فيك حاجة متغيرة فطبعا نتيجة وفيدباك رائع عندي سيدة بتشتغل بتقولي انا مش قايلة خالص في الشركة عنتي ان انا بستخدم ماسي بس يا دكتورة دينا بعد شهر انت فيك حاجة محلوية ايه وشك منورة كده بقيت منورة كل يوم بتيجي الشركة فطبعا الفيدباك هايل وعلى طول بنصح اي حد هيعمل دايت جامد لازم يستخدم ماسي دي رجل سواء سيدة او رجل لان الدايت بيبقى جسمك حلو جدا بس يقولك ايه بس وشك بان عليه التعب كتير بنشوف ده مسي دي رجلت كله فيتامينز ومينيرلز ودهب وكافيار يقدر يعوض لك الفقد التاع الحاجات دي لان انت مع الدايت الجامد كبان بتفقدي لبيدز من على بشرتك هو مش كزا حاجة هو ازازة واحدة هي كورس كورس ازازة واحدة 120 ميلي مفيش في الشركة عندنا عبوات صغيرة علشان لازم تخدي كورس كامل طب يا دكتورة دينا عايزين عبوات صغيرة العبوات صغيرة هتدي نظارة انا عايزة كل علامات التقدم او شركة ماسي فارما عملت المنتج في 6 سنين ابحث عشان مفيش ستة تشتكي منها خايفة من العمر يعني طبيعا كنت كل سنة بتقلق شوية يعني اي سد بتقلق يعني ايه ده انا النهاردة 20 سنة تمام بعد الـ 45 بدأت ايه انا هيبان عليها مع ماسي لا خلاص انسي يعني عمل عندنا من 50 و 60 سنة بينزلوا ويروح ويجوش ويعملوا الشابين ويروحوا النادي بجد مبسوطين جدا بنتيجة ماسي وماسي مع كل الاعمار يعني مش بس الصغيرين في السن لا عندي سيدات 58 سنة و60 سنة بيستخدموا ماسي وبيكرروا يعني على طول اقول لو مش عايزين نكرر انتي بتحتفظ بالنتيجة بتاعت ماسي لكن عندي عمل كتير ما شاء الله لا انا عايز اقرر انا مبسوطة وعايز احافظ على النتيجة فدي حاجة يعني هو مش 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 لازم يفضلوا مستمرين عليه الطول العمر يعني لو هو عمل نتيجة وتعاجه وخلاص بس لا يعني انتي طبعا اوكي بس نحافظ يعني مش خلصنا ماسي كل يوم قاعدين في الشمس لا نبتدي نحط واقي الشمس لشباي كويس كده لكن بيقعد فترة طويلة انه بيحتوي على مدادات اكسادة والش كويس جدا وفعلا نتيجة ماسي دورو جولد على طبق لونج يعني لونج ترن بيقعد فترة طويلة جدا معاك تأكيد طيب هنروح لتقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلام ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة المعروفة بقدرتها هي كافيار كولاجين سيرامايد والهايلورونيك اساد ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الاوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الامارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج ايطال الصنع ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم لانه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو اصغر سناً بعشر سنوات من الاستعادة من ماسي دورو جولد ستبدو مرخص من حكومة مرخص من حكومة مرخص من حكومة ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم ايطلي ومقرها سان مارينو ايطاليا ماسي فارم ايجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الامارات ماسي فارم امريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب يمكن يا دكتورة دينا شوفنا في التقرير انه لكو كذا فارع في كذا مكان مش مثلا كذا فارع في مصر لا ده كذا فارع في كذا بلد مختلفة عن التانية عملتوا كده ليه بقى طبعا لازم اقول للسادة المشاهدين انا ماسي دورو جولد منتج ايطالي الصنع في قريدي شركتنا الام متوجدة في ايطاليا شركة ماسي فارم ايتيلي مقرها ايطاليا عندنا فروع في معظم انحاء العالم اول حاجة شركتنا في مصر فراعينا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها قاهرة مصر عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جولف مقرها جبل علي دبي الامارات شركتنا التانية في دبي ماسي فارم جولف لمستحضرات التجميل مقرها دبي الامارات وان شاء الله قريب لسه يعني ما فتحناش بس إن شاء الله قريب هنفتح في أمريكا لأنه يمكن كتير على السوشيال ميديا بيسألوا فراكم في أمريكا عايزين الرقم وهو عند ريكونستركشن وانتو بتوصلوا يعني ممكن لو حد برى مصر عادي احنا بنوصل لجميع أنحاء العالم فقط من خلال الأرقام الزهرة على الشاشة كل الأرقام دي أي حد في جميع أنحاء العالم بيكلم على أرقام الزهرة على الشاشة بنوصل في جميع أنحاء العالم ووصلنا فعلا يعني كل بلد في أوروبا وصلناها عن طريق برضو الأرقام الزهرة على الشاشة دول الخليج وأمريكا نفسها كتير عندنا عامل عايشين في أمريكا برضو بيتكلموا عن طريق الأرقام الزهرة على الشاشة فأوريدي هنوصل لجميع أنحاء العالم من ساعة طلب الأوردر ماكسما من 3 إلى 5 يام ده لو في جميع أنحاء العالم جوة مصر وصلنا في جميع المحافظات ما فيش محافظة فعلا ما وصلناش فيها ما سيدورو جولد القاهرة بتوصل في نفس اليوم إسكندرية بتوصل في نفس اليوم المحافظات القريبة لو محافظة بعيدة شوية ماكسما من 24 ساعة عشان عندنا خط السعيد كله كمان آه سعيد عندنا خط السعيد كله والزأزيق والشرقية والمنوفية وطنطة وإسكندرية كله ومرصة مطروح كمان كان عندنا عمل كتير في مرصة مطروح فمنوصل في جميع أنحاء العالم وأي حد برضو لازم أناوه أنه مش موجود في الماركت فقط من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة وصفحاتنا اللي على السوشيال ميديا كمان طيب دايما بنقول للناس ما تشتروش حاجة إلا إذا كانت مرخصة وده هيكون أكبر ضمان لكم إن الحاجة دي مش هتأذيكو أو الحاجة دي هتكون نفعة أو الحاجة دي كويسة لأنه الترخيص ده معناه إنه يعني ما هي معدتش بالساهل لا دي تدرست كويس وتعمل عليها اختبارات وتجربت علشان تطلع كمنتج للسادر مشاهدي ما هي مش بس حاجة واحدة لمديا له الترخيص ده 3 أماكن مديا له الترخيص 3 أماكن أول حاجة بقول وزارة الصحة المصرية واخدين ترخيص وزارة الصحة المصرية واخدين ترخيص الاتحاد الأوروبي وكمان واخدين ترخيص الإمارات حكومة دبي يعني مترخص من 3 جهات الثلاث جهات أخذوا عبوات عشوائية تماما من ماسيد رجولد حلوها لقوها مطبقا لمواصفات لقواها فعلا بتعمل 6 actions المكتوبين على العلبة مناسب لجميع الفئات يعني سيدات رجال وجميع أنواع البشرة جميع الأعمار ابتداء من 18 سنة الستات الحوامل بنصح باستخدام ماسي دروغولد من بعد الشهر التالت فهو ما لوش أي عراض جانبية إطلاقا ولا أي side effects كل البشرة تقدر تستخدم ماسي دروغولد البشرة الدهنية بيعمل معها نتيجة طحفة البشرة الجافة فيه أكتر من عشر مرتبطة للبشرة البشرة العادية وحتى البشرة الحساسة ما تخافش إطلاقا من ماسي دروغولد والبشرة الدهنية طبما البشرة الدهنية أصلا هي دهنية يعني هي بتعمل طبقة دهنية فبيسألوا أنا لما استخدم كريم كمان على بشريتي مش هيعمل لي زيادة لا إطلاقا ده ماسي دروغولد أولا البيز بتاعه أكوى مية مش lipids مش oils فما بيصيبش أي greasy residual skin تاني حاجة أن البارتكلز بتاعت الإنجريدينس كلها نانو بارتكلز يعني الدهب والكولاجين وكل الإنجريدينس متكسرة خالص فبتقدر تختارك السكن بارية لما بتسيبش أي greasy residual skin فطبعا دي من أهم ميزات ماسي دروغولد إن هو مش أويلي إطلاقا هو مش ماسك عشان فيه ناس كتير بتفتكر إن هو ماسك بيتحط مثلا ويتشال أو إن هو غسول مثلا بتسئل كده يعني فيه ناس كتير بتبعتلي كده طريقة استخدامه إزاي وهل أنا أستخدم مثلا بالليل أفتح يعني حاجات متفاصيل بسيطة الناس مهتمة بيها بطريقة فضيئة ماسي دروغولد كريم بيتحط أي حد هستخدم ماسي دروغولد بيغسل وشه بالغسول الستة أو الرجل المناسب لبشرتها وبعد كده بنستخدم ماسي دروغولد وما بيتغسلش لأن فعلا كتير بيسألوني نخسره بعد الساعة ما بيتغسلش أنت بتحطيه وبتنامي بيه الصبح التسحي من النوم هتلاقي ممكن شوية جولد على البشرة بتخسلي وشك عادي طيب بيقوله هو كده تشرب تشرب ماسي دروغولد يوميا البشرة تمتص من ماسي دروغولد خمسة في المية من المية يعني يوميا بتمتص القدر الكافي علشان كده بقول مش بكتر ما نحطش عشر دغطات مش بكترها يعني عطوبة أقول ماسي دروغولد منطق قيم وغالي وكل مكوناته قيمة فما نستخدموش بطريقة مش صح يعني يمكن فيه ناس كتير تقولي أحط خمستاشر دغطة يمكن يعمل مفعول خمستاشر؟ كتير قوي لا 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 طبعا فهو ده هادر البرودكت ماكسموم أربعة خمس دغطات ده ماكسموم وبيتحط على البشرة وخلاص البشرة بتنتص منه يوميا خمسة في المية من المية ونحس بقى بالنتيجة يا دكتورة دينا على طول يعني لأنه فيه ناس كتير همنحقوهم إن هم يسألوا طبعا هنحس بالنتيجة صح إمتى هلاحظ الفرق إمتى فيه ناس كتير ما عندهاش مشاكل بس وشها مجهد أو مثلا ممكن تبقى عروسة هتتجوز كمان شهرين ثلاثة فاهماني صح فدول كلهم عاوزين يعرفوا النتيجة نتيجة ماسي درجود النظارة من أول الاستخدام لو فيه تجعيد أو بقع بتشوفي نتيجة وتحسن من أول لشهر الأول بس أنا بحب أدي رينج زي ما أنا قلت على حسب استجابة البشرة للتانية لأنها مش قاعدة يعني كل بني آدم مختلف عن التانية فبقى أدي رينج بنشوف نتيجة من شهر لثلاثة أربعة شهور من استخدام منتج ماسي درجود طيب فيه ناس كمان بتقول هو أنا ممكن أستخدمه على الأماكن اللي فيها مشكلة بس يعني مثلا هقولك حاجة لو واحدة عندها هنا بس تجعيد في الحتة اللي هي جنب العين دي تستخدمه بس كده ولا يستحسن أنه الوش كله يبقى فيه ماس لو زي ما قلت يومنا لو فيه حتة مدقيقة هي تركز على الحتة دي لكن لازم على طول أقول ماسي درجود تحط على الوش عشان أنت مش بس عايزة تعالج الرينجلز اللي هنا أنت عايزة تبقي حلوة تبقي أمر تبقي عندك كاريزمة وتحفظي على بشرتك يعني ممكن هي عندها مشكلة هنا عندها مشكلة هنا بس مش باينة بالنعلم مجردة فعالطول بنصح أن احنا نحط ماسي درجود على الوش كله وعلى الرقبة عشان نستفاد من ماسي في كل الوش والرقبة ونركز في الحتة دي يعني احنا نحط نقاطين عادي تحت العين مهم قوي أنه هو طبطبة رايح جاي وعند الحتة الرينجلز دي لكن طبعا عطول بقول لك ماسي درجود ما يبقاش عندي ماسي درجود في البيت ومحطوش على بشرتك وعلى الرقبة كمان دي الرقبة دي مهمة جدا والرجال كمان لازم يستخدموا ماسي درجود عندنا رجال قريدي كتير يعني من جميع المحافظات ومن جميع الحال العالم بيستخدموا ماسي درجود ومبسطين من نتيجة جدا رجال يمكن فيه فئة معاناة من رجال ما بتحب يشتح الفيلة الروبوتوكس فاشافوا كريم يقدر يعليق لهم التجايد من غير حق رجال كتير بتشتكي من الهالات السودا والبقع ماسي درجود درجود طفرة كبيرة جدا مع الرجال أيضا مش بس السيدات اللون البشرة بيفرق في النتيجة؟ لون البشرة طبعا ماسي درجود ومناسب لجميع نواع البشرة يمكن بيقول لي الموضل بيضة احنا قريدي جبنا الموضل الصمرة وشوفنا النتيجة بشرتنا احنا أمحوية أكتر مش قادر اقولك على البشرة الأمحوية بيدي لك يجنن ازاي مناسب جدا البشرة الصمرة بس مش يخلي الصمرة بيضة يعني مش يخلي وشها أبيض وجسمها أصمر هو بيوحى دون البشرة لنا تتعرفي فكرة التفتيح عندنا مسيطرة على دماغ بعض الناس فهي عاوزة تفتح يعني درجة قوي اتنين فده يعني بيحصل هو ممكن تكون السيدة أو البنت والشها مطفي من الأكريبة ممكن انتي كل يوم بتتعرضي التراب بتتعرضي التلاوز اصف في الناس تقولك فانا أنا غمقيت أنا ما كنتش كده فده آه أنا مصدقة انه ده بيحصل لأنه التراب والميكوب والشوائب والشمس وانتي وقفة بتعملي أكل والشمس ده بيغمائك طبيعيا ميسيدورجولد كمان يمكن ما قلتش النهاردة انه هو بيشتغل بيفلتر الوش بيشيل كل السموم الشوائب من على البشرة فأريدي انتي بتفتحي يعني ممكن تكون هي تقولك أنا سمريت هي الأتربة والحاجات دي عاملالها غمقان في البشرة فهو أريدي بيشيل كل كل كلام ده وبتفتحها طبعا بتنور يعني مهم ما قوي يقول الصمار بيبقى حلو جدا بس يبقى البشرة صفية وحلوة وما فيهاش ألوان مختلفة يعني ما سيدورجولد بيعمل مش بس البشرة البيضة اللي بيبان فيها الألوان البشرة صمرة برضو بيبان فيها بقعة آه طبعا بيبان طبعا والمنطقة دي كان حد سألني عليها برضو آه طبعا المنطقة دي والحتة دي كمان كتير عند البنات ما سيدورجولد لا بيعالج كل الكلام ده وبيخلي فعلا البشرة يونيفايزكن لون واحد أنا بشكرك دكتورة دينة على وجودك معي النهاردة مرسي يا يومنا ضفتي العزيزة دكتورة دينة أبو الصعود أي حد عنده سؤال أو استفسار صفحتي هتظهر على الشاشة قدام حضرتكو دلوقتي تقدروا تتواصلوا معي من خلالها وتبعتولي كل أسئلتكو إن شاء الله إن شاء الله أقدر أجاوب على كل الأسئلة الحلقات كمان كلها موجودة على اليوتيوب بنقابلكو يوميا 13 عصرا والإعادة 8 صباحا و 12 مساء أشوفكو بكرا إن شاء الله وأنتوا في أحسن صحة وفي أحسن حال كنت معكم يومنا طولان السلام عليكم ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا 10 سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة المасть أك mailing هي قيادة العمائزة يار ifshot كإهزاء كVI�� their kann سيورمايد والاست Strange ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسيدورو غولد مرخص من وزارة البشرة يفضل طه przed من المغلمات ماسيدورو غولد يجب تبعي ال reci czar يدخر فأش بكل اميّا والجيجر ماسي دورو جولد، مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد، مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد، خالي تماماً من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد، من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه، لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من مرخص من دورو جولد، ستبدو مرخص من حكومات دورو جولد، سوف تبدو مرخص من حكومات ماسي دورو جولد، أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي، ومقرها سان مارينو، إيطاليا ماسي فارم إيجاب، ومقرها القاهرة، مصر ماسي فارم غايف، ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا، ومقرها فلاديلفيا، بنسلفينيا ماسي دورو جولد، أحد منتجات ماسي جروب ماسي دورو جولد، البحر Virtual اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة